أنا ودي أخاطب الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز وهو الداعم لنادي النصر سموه الأمير نادي النصر نادي كبير هذه القضايا المتتالية لا تتناسب مع قيمة نادي النصر كواحد للأندي السعودية العظيمة النصر أن يحقق بطولة الدوري لموسم الجاي أن يحقق بطولة الدوري الكاس مع بعض أنه يحقق مركز متقدم وبالتالي يذهب للنسخة التالية لدوري أبطال آسيا وهو في أفضل حالة أعتقد أن هذه هي مطالب الجمهور وهذا اللي راح تخلد اسمك يا سموه الأمير في تاريخ نادي النصر الشي اللي راح يخلد اسمك في نادي النصر هو قدرة النصر على احتكار المسابقات المحلية تحقيق دوري أبطال آسيا والذهاب إلى بطولة العالم للمرة الثانية هذه الأشياء التي تؤسس لنادي النصر وتؤسس مرحلة تاريخية يستحقها النادي غير الكلام هذا أنا أعتقد أنه هدر للوقت والعواطف الجمهور والوقت الجهات المسؤولة لاعب كان عندك يروح عند غيرك ما حصل للخير واللي جابه يجي بحسن منها هذه كلمة من القلب أنا أتمنها أنها تلامس قلب داعم نادي النصر نادي النصر أكبر من كل ما يحدث شايفين المشهد الرياضي اللي موجود الناس كلها هادية نادي النصر لازم يهدئ شوي يقولي واحد هذا حق تبغى نسكت على حقنا ما أقول لك اسكت على حقك بس المطلب وانت الوحيد اللي عندك حق انت لك وجهة نظر والناس عندها وجهة نظر وإشغال أندية وجمهورها بهالقضي القضايا استنزاف والله استنزاف للجهد وللتفكير في الأمام أنا ودي أضرب أمثلة في أندية أخرى عشان لا حد يزال بس أتمنى أنه يعني صدر داعم النصر يتسع لمثل هذه الرسالة